في غضون سنوات قليلة قضت أيسلند تقريبا على الاستهلاك المفرط للكحول والدخان والمخدرات في صفوف المراهقين لاجئة إلى منع التجول والوقاية ورفع سن البلوغ فضلا عن الرياضة في نهاية التسعينيات أظهرت سلسلة من الدراسات الاجتماعية انحراف الشباب الأيسلندي في تلك الفترة كان أكثر من 40% من المراهقين في سن الخامسة عشر والسادسة عشر يؤكدون أنهم شربوا الكحول في الشهر الأخير وواحد من كل أربعة قد دخنه فيما أقر 17% أنهم استهلكوا القنة بالهندي وكانت هذه النسبة من الأعلى في أوروبا أعتقد أن المدرسة تأتي في البداية يجب أن تكون مشتهدا في المدرسة ومن ثم يمكنك الاهتمام بكرة القدم بدفع من يون سيكفسون مدير المركز الأيسلندي للبحث والتحليل الاجتماعي أطلقت الحكومة في شباط فبراير عام 1997 برنامجا بعنوان دراك فري آيسلند وأتى البرنامج ثماره سريعا مخففا المشاكل بالنصف في غدون ثمانية أعوام فقط على ما يوضح يون سيكفسون الهدف من البرنامج كان تغيير السلوك الفعلي للأطفال وليس فقط توعيتهما على مخاطر التدخين وشرب الكحول ومع مرور عشرين عاما على أطلاق البرنامج انقلبت المقاييس فنسبة الشباب الذين يقولون انهم تناولوا الكحول في الشهر الأخير تراجعت إلى 5% والذين يدخنون بانتظام إلى 3% فقط والذين يستهلكون القنة بالهندي إلى 7% ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر